طيب نروح للزمالك بقى يعني بطل السوبر وخلينا نعرف يعني التدريبات اللي كان بيتمارانها عاملة ازاي استعداداته عاملة ازاي امام بيرامدز ايه الجديد اللي ممكن نشوفه لو فيه طبعا المعنوات في الزمالك مرتفعة طبعا في السماء زي ما احنا عارفين لكن خلينا قولنا هي ما تبقاش تبتيجي بالعكس عليهم يعني المعنوات المرتفعة دي ما تجيش بالعكس طبعا وبالاخص قدام خصمة زي بيرامدز برضو مايفكرش زي الاهل ان هو هيروح والقابل الاهل في النهائي طبعا شوفنا متوشة الزمالك بيرامدز عاملة ازاي السنين اللي فاتت متوشة قوي جدا وبالذات الزمالك كان يعني ازاي بنقولك بالكورة كده كعب وعالي على بونه من زي المتوشة من في تاريخ اللقاءات ما بين الزمالك بيرامدز الزمالك كعب واعلى من بيرامدز في المتوشة حتى لما يكون بيرامدز مسلا مسايتر في المباراة لكن مشوف الزمالك ازاي بيقدر يرجع للماتش الزمالك استعداداتهم كانتش افضل حاجة سوفنا ازاي في المتوشة الودية خسر وتعادل ماكسبش في المتوشة الودية اللي هو لعبها ما كانتش افضل حاجة لكن كانت تجربة لبعض العناصر الجديدة والصفقات اللي لسه مشركتش اللعيب الجديد الزمالك جابه تحت السن المدافع كوستا ده ممكن يكون مفاجأة جميس في التشكيل ممكن يلعب بدل حمزة المسلوسي او حسامة عبمجيت في خط الدفاع طبعا كان فيه راحة للدوليين زي محمد شحاتة وطبعا دونجا دونجا هيغيب نبيل عماد دونجا هيغيب لا لا هيغيب بشكل تصريح وهيغيب وهيعوض محمد شحاتة في النص هيكون مكانه ايه بقى مين اللي هينزل هيكون محمد شحاتة محمد شحاتة هيبدأ في النص وكده كده زمالك بلعب بعمر جابل باكيمين زي في الصبر الافريقي والشمال هيبقى موجود المغربي بنتايك محمود بنتايك وطبعا زيزو كان خاد راحة بعد المتخب مصر فالتشكيل زي ما هو هيكون ممكن يكون مفاجئة الغيابات أبرز الغيابات في نادي الزمالك دونجا هو دونجا أبرز غياب هو دونجا طبعا الزمالك وأعتقد أنه هيأثر بنسبة مش هتبقى بنسبة كبيرة قوي لكن هيأثر لأن دونجا لعيب ستة قوي جدا بالذات لما بيلعب جنبه عبدالله السعيد وناصر ماهل بياخدوا حريتهم في الحركة أكتر فهو يعتبر هو اللي بيغطي المساحات الأكبر في الملعب لكن أعتقد مش يعني تعويده بمحمد شحاتة طبعا الفترة اللي فاتت هو ملعبش محمد شحاتة نزل بكباديل في الصبر الأفريقي وملعبش كتير مع منتخب مصر فكان غايب عن الفترة دي أخص هو كان بيلعب باك يمين مع الزمالك الفترة اللي فاتت فممكن يكون حساسية المتوشف في مركز ستة ما يكونش عنده قوية قوي فلكن أعتقد غياب مش هيأثر بنسبة كبيرة جبيرة يعني القاومة الأساسة موجود بتاع نادي الزمالك موجود زيزو ممكن برضو نشوف وجه جديد مش لاك هو لعب في الصبر الأفريقي اللعيب الجديد بتاع نادي الزمالك الصفقة الأجنبية ممكن يلعب ناحية الشمال بدل مصطفى شلبي برضو كتجربة من اللي هيرعب؟ مش لاك البولندي مش لاك لعيب قوي جدا نزل في الصبر الأفريقي ناحية الشمال لعيب سريع جدا برضو أثبت كفاقته في المتوشة الودية ممكن نشوف لأنه أحرص أهداف في المتوشة الودية فممكن نشوفه برضو أساسي وطبعا سيف الجزيرة المهاجم أساسي وزيزو والخط الدفاع سابس زي ما قلنا وهيكون ممكن المفاجأة تكون اللي هو المدافع الغاني ده كتجربة لو قدم مستوى كويس أو شارك في ربع ساعة لو زمالك فايز وقدم مستوى كويس يكون أساسي قدام النهدي أهلي ويكون مفاجأة بتاع تجوميزيا ترجمة نانسي قنقر